رحبوا معي بالنجم الكبير خليل إبراهيم أبو طيبة الغالي السلام عليكم جميعا عليكم السلام هل ما سألنا ونسألنا حبيبي الله يسلمك وين أقعد الحسون هنا حبيبي 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 هاي يمك مكاني هذا مكانك ها الله أنت مكانك بالقلب يا ربي حفظك حبيبي راح تبتيني من هالساعة لا بالعكس بالعكس نورتنا أبو طيبة اللي منور أنت هلأ بريحت البصرة في الدور وحلك حبيبي أحيا وموت على البصرة أحيا وموت على البصرة خلت بقلبي حسرة أحيا وموت على البصرة حلوة البصرة الله الله البصرة بيأسيبة شرط العراب يدريبة طيب نصحا نوجيبة ربي وفتا نوجيبة كل من يحب البصرة حلوة البصرة الله 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 نورتنا فناننا الكبير الكبير على الله تشكرك حسن وأنت مميز بين كل الفنانين كونك تعزف وتغني وتمثل وهي نادرة ما نشوفها عند بعض الفنانين نعم حلوة الحمد لله الحمد لله هو الفنان حقيقة يعني الممثل يعني يجب أن يكون ملم بكل شيء حلو صراحة يعني يعني يحاول يتعلم عود يحاول مثلا يحاول يتعلم يقاع زين أبو طيبة زين أنت درست موسيقى لا لح شون دتعزف عود بالفترة 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 زين بديت عزف لو بديت رياضي أنا عندي شي معلومة نعم ومباقة لسئلة كلها اليوم الله اللي يشتر منك أحساب ما ندري بيك يعني خلال لقاءتك بالفضائيات بديت حارس مرمى بالبصرة حارس مرمى حارس مرمى حلو ما قلت تقليلين طوك ها حراس عبوالي حراسا مع المدرسة حارس مرمى حارس مرمى بديت زين شون ترشيق ما متتخيل الضعف يعني شحشي لك شلو ما عرف يعني زين اي ونفس الطول نفس الطول اي وحارس مرمى جيد يعني مو بعدها تحولت للملاكمة ملاكمة ملاكمة والله مره واحد توابني الشغلة كلها شلون موت نكاتي الخير زين ملاكمة عزف ممثل ممثل الممثل ايجت بعدين الممثل انا كل شح احب العزف بالبية والدي ما يقبل الا اطلع ضابط الا تطلع مدرش حالك حال عمامك حالك حال خوالك انا احب العود عندي جرار بيها كتب مالاتي جرارات واحدة منهن حطيت لهن شص اوتار بسامير وسويتهم خمس اوتار وبالجرار يوم ما يدرون حالك جاي ادروا ثاني لانه ويدريانو من قعد بيهم الجرار يعني حلو فاعزف بيها وحاولت يوقع الدوزان اصحب الوتر هيت الله الله بس اله صعبة بي طبعا اله وترية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة